السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة اربعة. معنا النهاردة ان شاء الله مع الجزء التاني من منهج التربية الدينية الاسلامية. وما زلنا مع درس الدعوة الجهرية. زاد غضب المشركين واتفقوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. مين بني هاشم وبني عبد المطلب اللي المشركين اتفقوا على مقطعتهم. دول قبيلتي النبي صلى الله عليه وسلم. طب المقطعة دي شكلاح يكون عملي ازاي. فلا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم. ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم صلحا. حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقطعة تمثلت في ايه? مقطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. فلا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم. ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم صلحة. حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده شرط المشركين. ودول كانوا الست بنود بتوع المقطعة. كتبوا بنود المقطعة دي في صحيفة. وعلقوها داخل الكعبة. وبدأ المشركين في ضرب الحصار على المسلمين. حصروهم فين? في مكان. اسمه شعب ابي طالب. يبقى الحصار كان في مكان اسمه ايه? شعب ابي طالب. الحصار ده دم قد ايه? دم تلات سنين. طيب نتيجة الحصار دي كانت ايه? كانت ان الجوع اصاب المسلمين. كانت النساء والاطفال بيصرخوا من شدة الجوع. لدرجة ايه? درجة انهم كانوا بيكلوا اوراق الشجر. استسلم المسلمين? لأ ما استسلموش. صمدوا. وصبروا على الازى من اجل نصرة الاسلام. عرفنا ان مدة الحصار كانت تلات سنين. ايه اللي حصل بعد التلات سنين دولة? ايه اللي ادى لانقطاع مدة الحصار? كان فيه واحد من المشركين اسمه هشام ابن عمر. هشام ابن عمر ده واحد من كفار قريش. البحن للمسلمين رأف هشام ابن عمر بالمسلمين. وعمل على نقد المقطع. وقطع الصحيفة. وبكده ربنا سبحانه وتعالى هيق للمسلمين واحد من الكفار يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويفك الحصار. وبعد فك الحصار تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمحنة شديدة. ايه هي? هي فقد عمه. ابي طالب ثم وفاة السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فسمي هذا العام بعام الحزن. لم يستسلم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتي. وقرر الخروج من مكة لنشر الاسلام. طيب اختار النبي صلى الله عليه وسلم انه مكان بعد مكة عشان ينشر فيه الاسلام. اختار الطائف. روح النبي عليه الصلاة والسلام للطائف. فين الطائف? الطائف مكانها? بعيد. عن مكة بحوالي ميت كيلو متر. طيب. مين كان بيعيش في الطائف? اللي كان بيعيش في الطائف قبيلة اسمها قبيلة ثقيف. قبيلة ثقيف دي كان بينها وبين كريش منافسة. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بتلاتة من رؤسائها. ولكن التلات رؤساء دولة رفضوا الدعوة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف بيدعو اهلها للاسلام لمدة عشر ايام. ولكن اهل الطائف كلهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا بالخروج من بلدهم وحردوا عليه سفهائهم. عملوا في ايه سفهاء صلى الله عليه وسلم? عملوا في ايه? طردوه بالحجارة حتى سالت دماؤه. فخرج النبي عليه افضل الصلاة والسلام حزينا من الطائف. فارسل الله عز وجل له جبريل عليه السلام بصحبة ملك الجبال ليعرض عليه ان يطبق على اهل الطائف جبلين من جبال مكة عقابا لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وحكمته رفض وقال بل ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. بل ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم يعني ذريتهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والرسول عليه افضل الصلاة والسلام لم ييأس من دعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريكة له. ومن ضمن الناس اللي كانوا بيدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم للاسلام هم الوفود من قبائل جزيرة العرب اللي كانوا بيجوا لمكة في موسم الحج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقابلهم ويعرض عليهم الاسلام ولكن لم يستجب له احد منهم. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام على القبائل والوفود عرضه ايضا على الافراد. فامن به بعضهم. امن به بعضهم زي مثلا ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. والطفيل ابن عمر الدوسي رضي الله عنه وارضاه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعوهم فاي وقت من النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى القبائل ليلا حتى لا يراه كفار كريش. وفي احدى الليالي مر بستة من شباب يثرب. جلس اليهم وحدثهم عن الاسلام. وكانوا قد سمعوا عن نبي اخر الزمان من يهود يثرب. فلما استمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به واسلموا. يبقى موقف الست شباب دولة امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واسلموا. وعاد الست شباب دولة الى يثرب. وكانوا من عقلائها وبدأوا في نشر رسالة الاسلام حتى لم يبقى منزل يثرب الا وقد سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس التالت من سياره شخصيات بيكلمنا عن الطفيل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. مين هو الطفيل ابن عمر الدوسي? مين هو? هو سيد قبيل الدوس. مين الطفيل ابن عمر الدوسي? سيد قبيل الدوس. ايه هي قبيل الدوس? احدى قبائل العرب في الجاهلية. وكان شريف من اشراف العرب عرف بالحكمة والشعر والبلاغة. ايه المعروف عن الطفيل ابن عمر الدوسي? هو شريف من اشراف العرب عرف بالحكمة والشعر والبلاغة. طيب ازاي تم اسلام الطفيل ابن عمر الدوسي رضي الله عنه وارضاه. كان التفايل في الزيارة لمكة قبل ساعتها بعض من سادتها وحذروا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه وألولوا أن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر يفرق بين المرء وأهله وهم يخشون على التفايل أن يصيبه وقبيلته ما أصاب قريشا توجه التفايل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الكعبة بعد أن سد أذني عمل إيه التفايل؟ حط في ودنه أطن سد أذني حتى لا يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورغم كده استمع التفايل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الحديث منه فقال في نفسه والله لأستمعن منه فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإن كان غير ذلك اجتنبته فنزع السدادة عن أذنيه واستمع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع قط كلاما أحسن ولا أجمل مما سمع تبع التفايل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال له إن كريشا حذرته منه ولكنه سمعه ويريد أن يعرف المزيد عن رسالته فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه سورة الإخلاص ثم المعوذتين فأسلم وشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبقى التفايل في مكة ليأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن يدعو قبيلته إلى الإسلام فطلب التفايل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون له آية أي معجزة طيب ليه التفايل رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم آية أو معجزة ليه لتعينه على قومه لتعينه على قومه فجعل الله عز وجل في وجهه نورا لكنه خشي أن يظن قومه أن هذا النور عقوبة وقعت في وجهه لتركه دينهم فتحول النور إلى رأس سيفه فكان كالمصباح فلقب بذي النور وأول ما رجع التفايل رضي الله عنه إلى دوس دعا أباه ثم زوجته إلى الإسلام طيب كان رد فعلهم إيه أسلما ثم دعا قومه لكنهم رفضوا الإنصات إليه ثم دعا قومه لكنهم رفضوا الإنصات إليه فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو عليهم عاد التفايل للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو على دوس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى قائلا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا معلما بذلك التفايل أهمية الرحمة والرفق رجع التفايل رضي الله عنه وأرضاه إلى دوس واستمر في دعوة قومه للإسلام حتى أسلموا على يديه ومن بينهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو أكثر الصحابة رواية وحفظا للأحاديث النبوية الشريفة وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حسنة من حسنات التفايل بن عمر وكل ما جاء من الخير العظيم ونشر العلم ورواية الأحاديث في ميزان التفايل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه توفي التفايل رضي الله عنه بموقعة اليمامة الموقع دي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي التفايل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بموقعة اليمامة في السنة الحادية عشرتها من الهجرة توفي الطفيل ابن عمر بموقعة اليمامة في السنة الحادية عشرة من الهجرة الدلس الرابع بيكلمنا عن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا صالح في قوم ثمود يبقى قوم سيدنا صالح اسمهم ثمود طيب ثمود دول كانوا عايشين فين كانوا سكنين في منطقة اسمها الحجر طيب بتقع فين الحجر دي شمال غرب المدينة المنورة أين تقع الحجر شمال غرب المدينة المنورة وكان لثمود قوة عظيمة كانوا أصحاب قوة عظيمة ونعيم وفير وأهم حاجة كانت بتميزهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين طيب ثمود دولة جم إمتى ثمود جم بعد هلاك قوم عاد يبقى قوم ثمود جم بعد إيه بعد هلاك قوم عاد ولكن قوم ثمود لم يتطعزوا بهلاك قوم عاد لكفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم هود عليه الصلاة والسلام طيب إيه الخطأ الكبير اللي ارتكبوا قوم ثمود كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل طيب موقع سيد مصالح عليه الصلاة والسلام وسط قومه كان سيد مصالح بيتصف بالحكمة وسداد الرأي وكانوا بيستشيروه في أمورهم كلها هل المكانة العالية دي استمرت بعد مجيء أمر الله عز وجل بالدعوة لعبته سبحانه وتعالى؟ لأ استهزأوا بيه وبدعوته واتهموه بالكرد قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب طيب أسلوب الدعوة اللي استخدمه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه استخدم معاهم الترغيب والترهيب استخدم معاهم أسلوب الترغيب والترهيب الترغيب إنه كان بيذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم من جنات وزروع وقوة والترهيب إنه كان بيذكرهم بهلاق قوم عاد لكنهم أصروا على كفرهم وتكبرهم بل سألوه أن يأتيهم بآية عيزين معجزة تدل على صدق رسالته فأرسل الله عز وجل إليهم ناقة ضخمة وأمرهم ألا يمسوها بسوء وأن يقتصموا المياه معها فتشرب هي يوما وتضر لبنا وفيرا يكفي القوم جميعا ويشربونهم اليوم التالي يعني هي بير واحدة حيقتصموا الماء يوم حتشرب فيه الناقة وهم في نفس اليوم ده حيشربوا اللبن بتاعها وشربهم للمياه حيكون في اليوم التالي ونتيجة المعجزة العظيمة دي إن بعض من قوم صالح عليه الصلاة والسلام أمنوا به لكن الكبراء ظلوا على كفرهم وتغيانهم واتفقوا على مخالفته وقتل الناقة فلما قتلوها وخالفوا أمر الله عز وجل قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام ابكوا في منازلكم ثلاثة أيام ابكوا في منازلكم ثلاثة أيام ثم سيكون هلاككم وبعد ثلاثة أيام كانت الصيحة العظيمة التي أماتت كل من كفر بالله عز وجل ونجى صالح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ودلوقتي معدنا مع الموضوع الثالث وهو العبادات الدرس الأول هو فضل صلاة الجماعة فرض الله عز وجل على كل مسلم الصلاة الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة جعل الله عز وجل ثواب أدائها جماعة أفضل بكثير من أدائها منفرداً قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ اللي هو الفرد بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة ليه؟ علشان صلاة الجماعة هتزيد الترابط بين أفراد المجتمع المسلم تاني حاجة علشان ناخد ثواب وفضل صلاة الجماعة لأن ثوابها أكبر بكثير من ثواب الصلاة منفرداً طب إيه هي صلاة الجماعة؟ هي الصلاة التي يؤديها المسلمون في جماعة خلف إمام واحد وتجوز إقامتها في أي مكان إذا كان طاهراً الصلاة التي يؤديها المسلمون في جماعة خلف إمام واحد وتجوز إقامتها في أي مكان إذا كان طاهراً طب مين هو الإمام؟ هو من يأم أي صلي بالناس ومين المأمون؟ هو من يصلي خلف الإمام صلاة الجماعة لها أحكام أول حاجة إن هي بتصلح بفرد واحد مع الإمام طيب الفرد الواحد اللي هيصلي مع الإمام حيقف ورا؟ لا، حيقف على يمين الإمام طيب لو زاد عدد المأمومين على واحد حيقفوا كلهم خلف الإمام طيب لو صلاة الجماعة فيها نساء ورجال حتقف النساء خلف الرجال هل تجوز إمامة المرأة؟ أيوة، تجوز إمامة المرأة ولكن للنساء طيب لو امرأة بتصلي لو امرأة بتصلي ومعها بعض النساء هل هتوقف هي قدام والنساء خلفها؟ لا تقف معهن في صف واحد ولازم في صلاة الجماعة نسوي السفوف ونقف في صف مستوي فلا يتقدم مصلي على آخر فلا يتقدم مصلي على آخر ونسد الفرج ما بين الصفوف ما نخليش بيني وبين اللي جنبي مسافة يعني إن سد الفرج؟ يعني يقف المصلون جنباً إلى جنب بلا مسافات بينهم طيب الكلام ده إمتى؟ الكلام ده في حالة لو ما فيش أوبئة لو في أوبئة والعياذ بالله هنطرق مسافة بين كل مصل وآخر إيه بقى اللي يجب على المأمومين؟ يجب على المأمومين متابعة الإمام متابعة الإمام يعني القيام بأفعال الصلاة بعده متابعة الإمام يعني القيام بأفعال الصلاة بعده ثاني حاجة عدم مصابقة الإمام عدم مصابقة الإمام يعني عدم القيام بأفعال الصلاة قبله ثالث حاجة عدم موافقة يعني عدم القيام بأفعال الصلاة معه يبقى علي متابعة الإمام عدم مصابقة الإمام عدم موافقة الإمام يجب على المأمومين متابعة الإمام عدم مصابقة الإمام عدم موافقة الإمام طيب إيه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا بنتعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام دين النظام والالتزام بين أفراده الإسلام دين النظام والالتزام بين أفراده ولما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الإمام يبقى الكلام ده واجب علينا واجب علينا إن إحنا نتبع الإمام لأنها أحكام وآداب صلاة الجماعة الدرس الثاني الصلاة في المسجد وآداب المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء أسبغ الوضوء يعني أحسن الوضوء وأعطى كل عضو حقه من الماء من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة الصلاة المكتوبة هي الصلاوات الخمس المفروضة ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على فضل الصلاة في المسجد وبيبشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللي حيحسن الوضوء ويذهب للصلاة في جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى حيغفر له ذنوبه وبيوجهنا لضرورة المواصبة على الصلاوات الخمس فأوقاتها وبيحسنا على أهمية إتقان الوضوء وإن المواصبة على الصلاة وإتقان الوضوء سبب لمغفرة الزنوب صلاة الجماعة في المسجد لها فوائد وثمرات إيمانية واجتماعية صلاة الجماعة في المسجد لها فوائد وثمرات إيمانية واجتماعية ليه؟ لأن المسلم من خلال صلاة في المسجد حيتعود على الالتزام بالصلاة فأوقاتها المحددة وإن المسلمين حيتعرفوا فيما بينهم وحيتحقق ما بينهم التعاون والتألف وإيه تاني؟ وإن المسلمين في المسجد حيتفقدوا أحوال الفقراء والمرضى فحتتحقق المؤاخاة بين أفراد المجتمع وحيجتمع المسلمين يوميا في مواعيد محددة فحيتعلموا أنهم يحفظوا على الأوقات وحتتحقق المساواة والألفة ما بينهم إزاي؟ إزاي حتتحقق المساواة والألفة ما بينهم من خلال الصلاة في المسجد؟ ليه؟ لأن في المسجد الغني بيصلي بجانب الفقير طيب إيه هي آداب الصلاة في المسجد؟ إيه هي آداب المسجد؟ قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني إيه؟ يعني هنلبس ثوبا نظيفا وإيه تاني ونتعطر عند الذهاب للمسجد وندخل الجامع برجلين اليمين ونقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وده دعاء دخول المسجد ذكر دخول المسجد ندخل بنقدم رجلين اليمين ونقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس يبقى قبل ما أجلس في المسجد أصلي ركعتين تحية المسجد وكمان يجب علي أني ما أرفعش صوتي في المسجد وأحافظ على نظفته وإيه كمان وأنا خارج أقدم رجلي اليسرى وأقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان يبقى وأنا خارج بقدم رجلي اليسرى وأقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الدرس الثالث معنا هو صوم رمضان صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو فرض على كل مسلم كل مسلم عاقل بالغ كل مسلم عاقل بالغ لازم يصوم رمضان طيب للصيام ده أركان لا يصح إلا بها للصيام أركان لا يصح إلا بها أول حاجة النية ومحلها القلب أول حاجة النية ومحلها القلب يعني إيه النية؟ يعني مش مجرد إني أنقطع عن الطعام والشراب لأ ده أنا صايمة تقربا لله عز وجل ومن أركان الصوم الأمساك عن المفترات الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يبقى أركان الصوم معانا ركنين أول حاجة النية ومحلها القلب تاني حاجة الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طب إيه اللي حيبطل الصوم؟ اللي حيبطل الصوم الأكل والشرب عمدا الأكل والشرب عمدا وإيه تاني؟ والقيق عمدا يبقى الأكل والشرب عمدا والقيق عمدا حيبطلوا صيامنا يعني إيه عمدا؟ يعني أنا أصدى أصدى إني أكل أصدى إني أشرب أصدى إني أتقيق عمدا طيب لو أنا نسيت أثناء الصيام وكلت أو شربت قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب لو تقيقت لو رجعت الطعام غصب عني. ايه الحكم? هنكمل صمنة عادي ولا قضاء علينا. هنكمل صمنة عادي. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيبيح الافطار لناس عندها بعض الاعذار. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيريد بنا اليسر. يعني ايه؟ يعني التخفيف باباحة الفطر في المرض والسفر. التخفيف باباحة الفطر في المرض والسفر. ويعني ايه العسر؟ العسر يعني الشدة. في سؤال بيقول هل يباح للصائم الاستحمام؟ هل يباح للصائم الاستحمام؟ أي وطبعا يباح للصائم الاستحمام وممكن كمان السباحة. لكن مع الحرص على عدم دخول الماء للجوف. طيب هل يباح للصائم المضمضة والاستنشاق؟ نعم ولكن بلا مبالغة. نعم ولكن بلا مبالغة. الدرس الرابع معنا هو الزكاة والصدقة والفرق ما بينهم. ايه هي الزكاة؟ الزكاة هي الركن التالت من اركان الاسلام. وهي القدر الواجب اخراجه لمستحقيه في المال. هي القدر قدر من المال واجب اخراجه لمستحقيه في المال. من المستحقين؟ اهل الزكاة. وهي القدر الواجب اخراجه لمستحقيه في المال. انه مال المال الذي بلغ نصابا محددا. المال الذي بلغ نصابا محددا بشروط مخصوصة. يبقى الزكاة هي الركن التالت من اركان الاسلام. وهي القدر الواجب اخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصابا محددا بشروط مخصوصة. طب ايه هو النصاب اللي بيبلغ المال ده؟ ايه هو النصاب؟ النصاب هو القدر الذي وصل اليه المال. النصاب هو القدر الذي وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. طيب ايه الدليل على اهمية الزكاة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى في الايات قرنها بالصلاة. قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بتأتي الزكاة مكرونة بايه؟ بالصلاة. يبقى ده تعريف الزكاة. طب ايه هي الصدقة بقى؟ الصدقة هي كل ما يعطيه المسلم ويتصدق به على الآخرين. من ايه؟ من مال او طعام او لباس او سلوك حسن او جهد ووقت او غيره تقربا الى الله تعالى. والصدقة تعطى في اي وقت وباي مقدور. طيب دلوقتي ايه الفرق بين الزكاة والصدقة؟ نراجع تعريفهم مع بعض وبكده هنعرف الفرق. الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام. الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام. القدر الواجب اخرجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصابا محددا بشروط مخصوصة. طيب الصدقة هي كل ما يعطيه المسلم ويتصدق به على الآخرين من مال او طعام او لباس او سلوك حسن او جهد ووقت. يبقى الفرق بين الزكاة والصدقة ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. اما الصدقة فليست فردا وانما اختيارية تطوعية. ولكن لها ثواب عظيم عند الله عز وجل. الزكاة على الاموال والذهب والفضة والزرع والثمار والتجارة والابكور والاغنام والابل. اما الصدقة فغير واجبة على شيء محدد. يبقى الزكاة ليها اموال مخصوصة. اما الصدقة غير واجبة على شيء محدد. زي ما قلنا ايه من مال او طعام او لباس او سلوك حسن او جهد ووقت. اما الصدقة فغير واجبة على شيء محدد. المسلم يمكن التصدق باي شيء يمتلكه. وقلنا في تعريف الزكاة ان ليها شروط مخصوصة محددة ومقدار محدد من المال. اما الصدقة فليس لها شروط او مقدار محدد. يبقى الزكاة لها شروط محددة ومقدار محدد. اما الصدقة ليس لها شروط او مقدار محدد. طيب الزكاة ليها مصارف محددة. اي يجب ان تخرج لأناس باعينهم. الزكاة لازم تصدق بيها على فئات معينة. الزكاة لازم اخرجها على فئات معينة من الناس. أما الصدقة تعطى لأي شخص طيب إيه هي مصارف الزكاة؟ قال عز وجل إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبنستبيل تمن مصارف للزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبنستبيل ودلوقتي معدنا مع المحور الرابع مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي الموضوع الأول بيتكلم عن العقيدة الدرس الأول وما بكم من نعمة فمن الله ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا وعلى جميع المخلوقات بنعم كتير جدا منها الصحة والرزق والعلم والأخلاق وحب الآخرين كل ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا وفضله فهو وحده المنفرد بالعطاء لا شريك له وما بكم من نعمة فمن الله ربنا سبحانه وتعالى بيبجه لنا الآية وما بكم من نعمة فمن الله ليه علشان نعترف ونسلم بأن كل النعم من الله عز وجل وبفضله علينا الاعتراف والتسليم بأن كل النعم من الله عز وجل وبفضله للنعم أنواع أنعم الله عز وجل بنعم كثيرة ظاهرة وأخرى وباطنة قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أسبغ عليكم يعني أكثر وأفاض في نعمه على الإنسان باطنة يعني خفية لا تظهر إلا في العقول والكلوب باطنة خفية لا تظهر إلا في العقول والكلوب النعم الظاهرة إيه هي النعم الظاهرة؟ هي النعم التي نراها بعيوننا وحواستنا زي إيه؟ زي الصحة والحواس كالسمع والبصر والتزوق والشم واللمس وزي إيه كمان؟ زي العقل للتفكير والتدبر والتعلم زي الأسرة والأصدقاء زي الملبس والمسكن زي الأمن والأمان كل دي نعم ظاهرة النعم الظاهرة هي كل ما سخره الله عز وجل للإنسان على ظهر الأرض من هواء يتنفسه وماء يشربه وطعام يأكله وغير ذلك أما النعم الباطنة هي النعم التي لا نراها بعيوننا ولكن نشعر بها في قلوبنا ومنها الهداية والإيمان بالله تعالى طيب إيه اللي يجب علينا تجاه النعم الظاهرة والباطنة؟ يجب علينا استشعار النعم قد يعتاد بعضنا نعم الله عز وجل فلا يشعر بقيمتها إلا إذا زالت والعياذ بالله زي التعود على الصحة فلا نشعر بهذه النعمة إلا إذا مرضنا والعياذ بالله ومن طرق استشعار نعم الله عز وجل علينا إن إحنا نتأمل في أحوال الآخرين من حولنا زي المرضى ومن لا مسكن لهم فنشعر بفضل الله عز وجل علينا فنحمده ونشكره كيف نشكر الله عز وجل على نعمه؟ أول حاجة نسلم بأن كل ما لدينا من النعم فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله تاني حاجة نستشعر فضل الله عز وجل علينا بأن أسبغ علينا نعمهم تالت حاجة نحافظ على نعم الله عز وجل علينا آخر حاجة نستخدم النعم فيما يرضي الله نسلم بأن كل ما لدينا من النعم من الله نستشعر فضل الله عز وجل علينا بأن أسبغ علينا نعمة نحافظ على نعم الله عز وجل نستخدم النعم فيما يرضي الله الدرس الثاني شكر النعم حديث من يسطر على معسر بالشكر تدوم النعم الصدقة من صور شكر النعم الصدقة من صور شكر النعم فالمسلم يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه من رزق بالتصدق بجزء منه لمين؟ للمحتاجين فيبارك الله عز وجل له في رزقه يبقى نتيجة الصدقة يبارك الله عز وجل له في رزقه طبعا الإسلام بيحثنا على الإنفاق والتصدق على المحتاجين فالصدقة من الأعمال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة وهي من أسباب البركة ونماء المال ونشر الود والرحمة بين أفراد المجتمع وهي سبب لرضاء الله عز وجل والفوزة بالجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يصر على معسر ومن يسطر على معسر يسطر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يسطر على معسر يسطر الله عليه في الدنيا والآخرة يسطر الله عليه في الدنيا والآخرة هو ده فضل الله عز وجل على المتصدقين والبركة اللي حتشملهم إذا أخلصوا النيا لله عز وجل وجعلوا لمن عليه دين نصيبا من أموالهم من يصر على معصر يعني العليه دين يصر الله عليه في الدنيا والآخرة وهنا بيبشر الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم اللي بيعين أخوه المسلم إذا كان فقيرا لا يجد ما يكفيه بأن يصر الله له أموره في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل وبكده هنشكر الله عز وجل على نعمه وحيتنافس المؤمنين في الخير والمسارعة لرضى الله عز وجل الدرس التالت معنا الله الشكور قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم معنى اسم الله الشكور سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل من عباده العمل المشروع الخالص له هو الذي يتقبل من عباده العمل المشروع الخالص له ولو كان قليلا ويجازيه بالخير من الأجر والحسنات ومن صفات العمل المقبول أن يكون مشروعا خالصا هو العمل المشروع هو الذي يوافق ما أمر الله عز وجل به ورسوله هو العمل المشروع هو الذي يوافق ما أمر الله عز وجل به ورسوله العمل الخالص هو الذي يبتغى به مرضات الله عز وجل بنية خالصة طيب احنا بنشكر الله عز وجل وبنحمده على نعمه طيب كيف يشكرنا الله عز وجل الله يشكرنا ايوه الله عز وجل يشكرنا والشكر من الله عز وجل يكون بالجزاء والعطاء والثواب المضاعف قال عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد خير دليل على كده قصة الرجل الصالح اللي سقى الكلب فأثابه الله عز وجل بالجنة طيب كيف نشكر الله تعالى يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على عطائه ونعمه وثوابه باللسان والقلب والجوارح نشكر ربنا بعز وجل بإيه باللسان والقلب والجوارح إزاي نشكر ربنا عز وجل باللسان حنحمد الله عز وجل ونشكره بذكر نعمه زي ما بقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ده شكر الله عز وجل مثال شكر الله عز وجل باللسان طيب حشكر الله عز وجل بالقلب إزاي إن أنا بتذكر نعمه عز وجل علي وأعترف بها وأكر إنها كلها من عند الله عز وجل وبفضله وحده طيب حشكر الله عز وجل بالجوارح إزاي حوقت دي الفرائد كلها زي الصلاة والواجبات وحبتعد عن المعاصي والمحرمات واستخدم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها علي فطعته سبحانه وخدمة عباده وهحافظ على الصلاة وساعد المحتاج والتزم بمكارم الأخلاق ودي أمثلة لشكر الله عز وجل بالجوارح ومن صور شكر الله سبحانه وتعالى إن إحنا نشكر الناس اللي أحسنوا إلينا وعملوا معينا معروف قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله طيب هنشكر الناس إزاي ممكن نشكر الناس بالثناء عليهم أو بالكلمة الطيبة أو بالدعاء وبكده الحمد لله رب العالمين خلصنا الجزء الثاني من منهج التربية الدينية الإسلامية أشوفكم على خير إن شاء الله في الجزء الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته